اشتركوا في القناة مباراة الزهاب لكن نشوف الفريق وهو بيقدي بالشكل ده وبيطلع بشخصية البطل دايما بنتكلم عليها ونشوف مش بس نتيجة عريضة لا كمان اداء يطمن من بداية المباراة كان فرق معنا قوي ان احنا نشوف ده لانه هي دي الفرق الكبيرة الفرق الكبيرة اللي ما بتنهرش في الاوقات الصعبة الفرق الكبيرة اللي بتبقى عارفة انه مش ده اكتر وقت صعب وحاسن في البطولة لحد دلوقتي انا هطلع افضل ما عندي شوفنا تقريبا السلبيات كانت اتمحت في مباراة مباراة شوفنا اللعيبة كل فرد في الملعب بيقدي افضل حاجة عنده والجهاز الفني يعني كل حياة كانت مسهلية حتى التغييرات اللي هنتكلم اكيد عليها اكتر بالتفصيل فده ده طم منه كتير قوي انه خلاص هي دي شخصية النادي الاهلي انه بالرغم من ان احنا كنا في موقف صعب لكن شوفنا الحياة اللعيبة قدت ازاي في الملعب بنتكلم على انه كمان من بداية المباراة احنا اول عشرين دي ادي عشرين دي ادي عشرين دي ادي مثالية بالنسبة للنادي الاهلي قدرنا نحنا نجيب جون بمهارة فردية رائعة من افشة وقدرنا ان احنا حتى كان فيه على المستوى الدفاعي صلابة دفاعية كبيرة جدا طمنت الجماهير الحقيقة انه ده كان من بداية المباراة يمكن كان فيه انتقادات الفترة الاخيرة انه بداية المباراة بتبقاش قوية بالنسبة لنادي الأهل يا إحنا مبارح شفنا أول عشرين ديها دي فعلا ما يتقلش عليها غير مثالية على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي ده الحقيقة فرق جدا وبين قوي أنه فرقة دي رايحة تجيب البطولة هي مش مجرد مباراة صعبة لا الفرقة دي بتقول أنا عايزة العشرة وما بنش بس في مباراة مبارح يا أحمد عشان نتكلم مع بعض أنا شايفة أنه بن كمان من تحضيرات لمباراة فيتا كلوب يعني حتى قعدت محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كافة المحمود الخطيب مع اللعيبة والاجتماع بيهم ويقول لهم أنه دي فترة مهمة جدا فترة حسيمة وصعبة وإحنا اللي حطينا نفسنا في المواقف ده وقدرين نطلع نفسنا منه لكن أنتوا قدها وقد المسئولية وفي ثقة كبيرة من الجماهير فيك ومننا فيك ده من بداية التحضيرات أعتقد أنه ده كان من أكبر العوامل الدعمة والمحفزة للفريق الحقيقي قبل مباراة فيتا كلوب